موسيقى واحدة من أهم الاكتشافات في كفر نحوم هو مجمع كفر نحوم هذا المجمع اللي إحنا ماشيين فيه بعود تاريخه للقرن الرابع الميلادي تبنى فوق المجمع الأساسي اللي كان في أيام المسيح وطبعا الأساسات ما زلنا نشوفها الأساسات اللي من حجارة البازلتية الحجارة السوداء هذا المجمع ضخم جدا كان عبارة عن طبقتين الطبقة الأولى مثل ما شايفين الحجم الكبير مع الستايل الأعمدة ستايل بيزنط لأنه من القرن الرابع مع الحجارة الكبيرة والأعمدة إذا بتشوفوا الأعمدة أو قواعد الأعمدة في هذا المجمع بيسموها الأعمدة الكورنثيسية اللي هي الزتوني كأنه بالمقلوب هيك يعني بالزبط معمولي الطابق الأول كانوا بيجوا طبعا اللي بيصلوا من الرجال وفي طابق تاني إذا بتشوفوا العمود من فوق كان من النص ولفوق في طابق تاني النساء لأنه كان في فصل بين النساء وبين الرجال فطبعا هذا الاكتشاف يعتبر اكتشاف مهم جدا لأنه مذكور جدا في الأنجيل المقدسة عن خدمة يسوع المسيح في المجامع مكتوب دخل المجمع حسب عادته فإذا يسوع المسيح تعود على دخول المجمع مكتوب أيضا عن خدمة يسوع كان يعلم في مجامعهم وهاي مش بس كانت خدمة يسوع المسيح يبتدأ بالتعليم في المجمع وهذا الأسلوب اتخذوا الشاول الترصوصي اللي هو بولوس الرسول في أي رحلة تبشرية كان يذهب أولا إلى المجمع وبعد المجمع كان يلتجه أو يتجه إلى الأمم هذا الاكتشاف يعتبر واحد من أهم الاكتشافات في كفر نحوم المجمع القديم وبيت بوتروس اللي أصبح كنيسة مثمنة وطبعا لفرنسيس كان بنوا كنيسة فوق بيت بوتروس وبتشوف الحجارة في كل مكان والأقواس والأعمدة والمطاحن اللي موجودة في كل المكان فإذا المجمع أحبائي هو حياة بل نفس كل يهودي كان عادة بيبنوا المجمع في مكان مرتفع نوعا ما وها عادة قديمة كل مرتفع بيرمز إلى حضور الله مع كل مجمع بيبنى كانوا بيبنوا جنبه ميكفاه أو مكان الغسلات التقصية للطهارة للغسل يعني بيغتصل خارجيا تعبير عن طهارة داخلية وطبعا المجمع لازم يكون قريب من البلد أو القرية في البلدة ليه؟ على أساس قوانين يوم السبت ما يمشوا فوق المعدل ما يمشوا فوق المسافة بسبب قوانين يوم السبت ومثل ما شايفين المجمع عادة المقاعد تبقى على الجانب وبيكون المقاعد من ثلاث جهات وفيه كرسي اللي بيسموه كرسي موسى أو كرسي المعلم كرسي المسؤول يعني احنا نعرف في أيام المسيح كان يايروس هو رئيس المجمع فإذا الكرسي اللي اكتشفوه هذا الكرسي اللي بيجلس عليه الراباي أو المعلم لكن طبعا بيكون عبارة عن مجموعات وكل مجموعة بيسمعوا لرباية معين من خلال التعليم ولكن أغلب الناس في هذه المنطقة كانت بسطاء فالأغلبية كانوا بيجلسوا على الأرض وشيء مهم في هذا المجمع يعني اكتشفوا بالصور من خلال الأقواس واحدة من الاكتشافات اللي هو صندوق أو خزانة أو تابوت مقدس اللي كانوا بيضعوا فيه نسخ الطورة هذه النسخ كانوا بيحضروها على مركبة وبيقرأوا طبعا لأنه فيه قراءات بالطورة وبالأنبياء عندهم قراءات مستمرة فإذا وعندما كان يقرأ ومكان العبادي كان لازم ينظروا إلى أورشاليم اتجاه أورشاليم طبعا من مكاني أنا في الشمال لازم أنظر إلى جهة الجنوب المجمع هو عبارة عن جماعة الكهلا الكلمة العبرية هو مكان للاجتماع هو مكان للعبادي مكان للصلاة مكان لقراءة الطورة مكان للوعز وتفسير النصوص الكتابية في هذا المجمع وفكرة المجمع ابتدأت على الأرجح فكرة المسبيين اللي كانوا مسبيين في بابل ابتدأوا باجتماعات البيوت وعندما رجعوا كانت بفترة بين العهدين لأنه كان طبعا يعني الهيكل منهدم إلى أن بناه زاروا بابل فكانوا بيجتمعوا في المجامع والمجمع مثل ما حكيت هو حياة اليهودية لأنه مش كل واحد بقدر يسافر إلى أورشليم إلى أورشليم القدس فهي الفكرة ابتدأت تتطور بين العهدين واكتشفوا مجامع يهودية في كل القرى حاول بحير الطبرية بتشوف في مجمع لليهود في المجدلة في كورزين في كفر نحوم في كاتسرين في أي بلدة يهودية بتشوف المجمع القديم ولكن المجمع مش بس كمان كان مكان الاجتماع والعبادة والصلاة والقراءة والتفسير والدراسة المجمع هو كان كل شيء بالنسبة لليهودية حتى كانوا بيعملوا المناسبات في داخل المجمع كان بيعتبر مركز ثقافي كان بيعتبر مدراش أي مدرسة المجمع كان مجلس للأحكام والقضاء في كل القضايا اللي بتكون في البلد بيتداولوا أو بيتعاملوا معها وأحيانا في بعض المجامع كانت مكان مبيت للغرباء أو المسافرين خلي بالك أنه كفر نحوم هي على الطريق الرئيسي اللي بتكمل لسوريا وطبعا في مسافرين كتير اللي بحبوا يوقفوا يصلوا ويعبدوا الرب وفي نفس الوقت ما في أماكن فكان يعتبر مكان للمبيت وكمان لإطعام الغرباء بحسب وصية الكتاب المجمع أيضا كان مكان للشركة وكان مكان للصداقة فإذا بتشوفوا في جنب المجمع فيه هيك زي مكان مركز ثقافي ديني أو مدرسي وكانوا بيعملوا فيها الوجبات يعني وهي على الأرجح بالقرن الرابع اللي كانت فيه فكرة اجتماعات المؤمنين وولائم المحبة يعني باختصار المجمع هو حياة اليهودي مركز ديني مركز ثقافي مركز اجتماعي مركز المناسبات بيقوموا مثلا في البارمتسفا أو باتمتسفا لما الولد بيتحول من الطفولة إلى الرجول ابن 13 أو البنت وهكذا بيكون فيه احتفالات في هذا المكان ثم المجمع هو للحفاظ على هوية اليهودي بما أنه السبيوا عدة مرات واختلطوا بشعوب كثيرة فكان مهم جدا المجمع حتى يحافظ ويحمي هوية اليهودي من خلال التعليم ومن خلال دراسة الطورة وعالة في الاجتماع بيبتدئ أنه واحد من اللاوي أو شخص مسؤول بيضرب بالشوفير في البوق بيأزن أو بمعاد الاجتماع ثم يرددوا اللي هي الآية الافتتاحية اللي كل يهودي بيرددها وموجودة على كل بيت وعلى كل باب اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك من كل نفسك وطبعا وصي أخرى تحب قريبك كنفسك فإذا كان بيبتدي هذا الاجتماع وبيختتم بالبركة الهرونية إنه بيباركوا كل الموجودين في هذا الاجتماع شيء جميل إنه واحد من أكبر الاكتشافات في كفر نحوم إنه نشوف المجمع طبعا الأثرات بتاعته وبيت بطرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر